سيد عبد العالم يعني أنت كما ترى الموقف السعودي وكذلك التحول السعودي المفاجئ من مساند للشرعية في حربها ضد الحوثيين إلى مجرد وسيط يحاول أن يحل صراع بين طرفين ما هي قراءتك؟ نعم تاريخيا خلال المئة عام الماضية اعتادت السعودية الدخول في حرب مع اليمن وخوض مفاوضات والتحول أحيانا إلى دور الوسيط كما حدث في خمسينيات وستينيات القرن الماضي لكن كان الطرف الخصم ليس إيران للسعودية وإنما كان الطرف الخصم هو مصر ولذلك تحول النظام السعودي من طرف يخوض معارك ضد قوات الإماميين إلى أكبر طرف داعم للإماميين في مواجهة مصر وكمال عبد الناصر تاريخيا اعتادت السعودية التنقل بين هذه الأدوار من دور طرف في حرب إلى دور طرف أو إلى وسيط لكن في المسألة الراهنة يبدو أن تطورات الصراح الإقليمي والدولي فرضت على المملكة العربية السعودية هذا الخيار وهو الخيار الأسهل الخيار الأسهل بالنسبة للسعوديين للخروج من المستقع اليمني هو تفكيرهم أن بإمكانهم التحول من طرف مستهدف أكبر طرف مستهدف للمخطط الإيراني هو السعودية إلى طرف وسيط وبالتالي كما لو أن المعضلة انتهت لكن ليست المسألة بهذه السهولة لأن لا تزال إيران وأهداف إيران غير واضحة تماما والعامل المؤثر في نقاح السعودية أو فشلها في التحول إلى دور الوسيط يرتبط بدرجة رئيسية بالقرار الإيراني والدور الإيراني ورؤية طهران إلى مدى استفادتها من تقاربها مع السعودية واتفاقها مع السعودية وبالتالي التحول السعودي في الوقت الراهن يبدو أنه خطوة معتادة تاريخيا بالنسبة للسعوديين لكن إلى أي مدى ستنقح هذا ما ستفكته المرحلة المقبلة اشتركوا في القناة